بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر الناس اللي تدعمو هاد القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا نشكركم على الحب والاحترام نشكركم على كل ما عطيتوني هاد القناة شكر واحترام تنقول لكم سنة سعيدة ادخل عليكم بالصحة والعافية وكل ما تمنيتو يا ربي اليوم ان شاء الله جفت لكم واحد لصفة رائعة رائعة وزوينا غادي يكون عندكم الرزق وغادي تكون عندكم تحيد العين والحسد والتابعة من المنزل الناس اللي عندهم عندهم مشاكل في البيت النساء اللي سيكون عندهم مشاكل مع الأزواج ديالهم الأمهات اللي ستكون عندهم المشاكل مع الأولاد ديالهم وتعرفوش أشنو السبب هو السحر ولا عين ولا حسد ولا حاقد الحاقد شي واحد يكون يحقد عليك تهوة يسبب لك صداع المشاكل الناس اللي عندهم حالة المشاكل قاعد تنتصابوا بالعين والحسد والحقد من بعض الناس اللي تيكونوا مايبغيوش لك الخير تيبغيو يشوفوك أسفل سافلين تيبغيوك تشوفوكم حطمة ويبغيو يشوفوك في واحد الأزمة ويكونوهما راديين احنا اليوم غاد نديرو أنطهروا البيت من الحاقد والحاسد والساحر والباغد بالنسبة اللي عندهم هاد المشاكل المشاكل بش تبدأ تيكون نقاش بسيط تيكون نقاش بسيط ولكن يتكون إلى مشاكل كبيرة تتقدر توصل إلى طلاق تيبعد الأحيان تيكون بعد الأحيان تيكون حسد شديد الحسد الشديد تيكون العلمات دياله هو الصدر المشدود تيكون إنسان عنده صدر دياله مشدود وتيحس بالخنقاء وما تيبغيش يقلس في البيت أما العين العين تتحس براسك أنك عندك يوصل العاصر أنك تتحس ببكاء شديد تتحس بأنك مضلوم مغبون تتحس براسك أن هموم الدنيا كلها طاحت لك على الرأس ديالك أما الحاقد يتربش لك في أي حاجة الحاقد تيبغي لك قد ما طلعتي وقد ما وصلتي تيبغي لك الأدية ويبغي لك تكون في أسفل سافلين درتي مشروع أو أي حاجة درتي تيقول لك أنت ما فهم والو أنت ما تتعرف والو يقدر يعطيك معنوية يعطيك طاقة سلبية باش هو أنت تقدر ما تكملش لك المشروع أو أنك تخسر لك لأنك خديتي طاقة سلبية الناس اللي عندهم الطاقة السلبية يمت تيبانوا تيبانوا في الوقت اللي يكون عندهم السلبي فقط يكونوا عندهم مشاكل يبانوا عندهم يشكو عليك المرض ويشكو عليك نقص نقص الأحوال عندهم ديما هم عندهم نقص الأحوال ولكن من تتمشي عندهم تتلقى الأحوال عندهم معنويتهم مزيانة وتعرفوا يسيروا حياتهم وانت تتسمى بحل المغفل إذن هنا فين تيبقى الخلل تيبقى الخلل نحيده الشوائب في هذا العام الجديد قاع اللي عنده يستغل يكون استغلالي أو يكون حاقد أو يكون طاقة سلبية نحاول نبعده على هذي الناس نبعده قدر إمكان أنك تبعد أما المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها تحاول تصلح الحال من حال إلى حال وتتنازل إذا كانوا عند أطفال تحاول أنها ترد المياه إلى مجارها بطريقة رحمانية أو طريقة تكون مسالمة تنازلي على بزر الحويج باش أنك تواصلي مع الزوج ديالك وعلى قبل أطفال نكون مسامح كريم نقدر نسامح ببعض الأحيان إلا شي حاجة اللي ما تقدريش تستمحي فيها لابد تقدري أنك تسامحي إذا الوصفة ديال اليوم على حسب أن ناخدو ماء ديال الحلبة هذا ماء الحلبة هذه حلبة مدقوقة أنا إلا عندكم حبوب ديروها حبوب هذه عندي مطحونة درت هنا رقدتها على حسن تصوير باش تشوفها وإن شاء الله نخلاني تلبيت ديالي غادي دري معلقة ديال الملحة إلا كانت مطحونة دري معلقة مطحونة كان عندك حبوب رقدها ليلة كاملة والصباح غادي إن شاء الله نحطها في الطيش ديال الماء اللي غادي نجفو بها الزوايا لأن الحلبة الناس اللي ما عندهم مش فاصوخ هي بلاسة الفاصوخ هي جيدة في إبطال السحر ماء ماء الحلبة الحبوب ديال الحبوب ديال الحلبة اللوحة في غرس من بعد ما نجفف بهذا الشيء أو نسحب زوايا المنزل غادي نلحو في مكان عاشب الحبوب الحبوب اللي ترقدو غادي اللحو مش عش مكان عاشب ناخد جوج معالق ديال ملحا ناخد الخل الطعام هداك ونحاول نقرب الطيش نحاول نقرب هالطيش ونحاول ندير ندير الخل الخل هانتو القرعة كانت عامرا جيد كأس صغير هاد الماء هاد الماء ديال الحلبة هدا نقسم على ثلاث مرات غادي ندير كمية ديال غادي نحاول انني نحاول نحط نوضع الملحا جوج معالق ديال الملحا غادي ان شاء الله بحول الله وقوسي غادي نحاول انني ما غاديش نقرأ على هاد القراءة لانني غادي نسح بهالزواية البيت كامل انا اشنو تنقرأ تنقرأ انا ما تنقراش على الماء ما نقراش على الماء لان الماء غادي نجف فيه المنزل كامل ونخرج نخويها على العتبة الاخر العتبة اللي يخرج منها الناس كاملين اه بحال لكنتي في موبل او كنت في عمارة لنحاول نخرج ذلك الماء على برا نحاول نخرج على برا ونحاول انني نخرج خارج المنزل وهذا الماء الوقت اللي نكون نمسح به نمسح به زواية المنزل نقرأ الفلق نقرأ صورة الفلق 11 مرة لانه اللي يكون حسد اول حسد اللي يكون حسد تاني حاجة غادي نحط الزلزلة الزلزلة صورة الزلزلة 11 مرة تتحيي تصداع وتترفع السحر صورة الزلزلة خطيرة غادي نقرأ كل زاوية نقرأ فيها قول عود برا بالفلق صورة الفلق وصورة الزلزلة مهم أن تنكمل الزاوية كل زاوية نقرأ فيها على حسب الزاوية ديالك ونقرأ قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 11 مرة وغادي نبقى نفت على الزاوية بالفم ديالي وانا نتنسح بهذا الماء والخل وماء الحلبة الماء ديال الحلبة اللي رقدتيه ليلة كاملة وغادي نوضعه مع الملحة والخل وماء جوج معالق ديال الملحة ونص كاس ديال الخل وكاس ديال الماء اللي مرقدنا فيه الحلبة اللي غادي نوضعه هنا وغادي نسح به الزاوية البيت مرة في الأسبوع عند ديال هاد الوصفة المهم نقرأ في الزاوية كل زاوية نقرأ فيها حتى نكمل 11 مرة 11 مرة 11 مرة نكتبهم في وريقة باش من تناساش سورة الفالق 11 مرة سورة الزلزل 11 مرة وغادي نقرأ الآية إبطال السحر بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين المفسدين قنقولها المفسدين المفسدين وإن شاء الله نكمل هاد القراءة كاملة على البيت كامل ما يبقاش عندي صداع ما يبقاش عندي العين ما يبقاش عندي الحسد ونسح العتبة العتبة هي آخر مطاف آخر حاجة هي العتبة ومن بعد غادي نخرج لك الماء اللحو في اللحو في مكان بعيد عن المنزل ولا اللحو في تراب أو اللحو جنب البيت مهم نخرجه من الباب ديال العتبة باش يحيد ما عندك صداع ويرفع على الله سبحانه وتعالى على قدر ويكون لك عون ومعين على جميع الأحوال إذن احبابي في الله هذه وصفة صالحة بإذن الله لإبطال العين والحسد والنحوسات وإبطال السحر حاولوا تديرها لأن وصفات طبيعية وفي نص الوقت كانين مكونات عندك في البيت الحلبة موجودة في كل البيت نديرها نرطبها ليلة كاملة ومن بعد الماء ديالها نخويه في هنا ونسح به تقولوا لي الريحة ضيفوا قليل من شي معطر يكون عندكم إلى ختم الريحة ولكن ما تسكونش الريحة بزاف ريحة طيبة الحلبة ماشي مشكل أنها تبطل لك السحر أنت ما عندك مشكل بالريحة ولكن ضيف إضافة هو ماء الزهر أو شي عطر يكون عندك ديال معطر أو شي عجاء نضيفه إلى الماء باش لما بغيتي شريح الحلبة إذا الحبابي في الله ما بقى لي أغير نقول لكم حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا عندي حول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته